الصرخة التي فتحت أبواب الجحيم قضت على كل شيء السياسة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي وحتى التعليم كل قطاعات الحياة في اليمن طالها الخراب والدمار وتحولت إلى نموذج صارخ لأكثر المآسي في العالم بحسب تقارير دولية ومثلما تبدو المدارس والجامعات الفضاء الأكثر حساسية في حياة الشعوب صارت في اليمن مسرحا بائسا لعبث وحرب ميليشي الحوثي فمن فضائل الحرية والعقل والبحث تحولت إلى معسكرات ودور للتنشئة القائمة على صياغ ما قبل الدولة في إطار مشروع الاستلاب وتبيئة ذكر وثقافة الجماعة المسلحة تقول التقارير إن ميليشي الحوثي منذ سيطرتها على المدن ومؤسسات الدولة عمدت وبشكل حتيث على تدمير قطاع التعليم بدءا من تغيير وجوه الوزارات بوجوه من جماعتها مرورا بتهجير الأكاديميين والمدرسين المناهضين لها وعسكرة الجامعات وتحويل المدارس والمعاهد إلى ثقنات ومن ثم تغيير المناهج تغيير سعت من خلاله تحت ذراء عشتا إلى تقلص مصطلحات التربية الوطنية وحشوها بمصطلحات جديدة تمجد الحرب وتشير إلى أسماء رموز الجماعة ومؤسسيها في محاولة لتغيير المفاهيم وخلط الأوراق وصناعة مكانة تاريخية متعاقبة لميليشياتها أدخلت مواد تعليمية جديدة بينها مادة الغزو الخارجي وبالرغم من التحذيرات المنددة وتصاعد القلق إزاء مستقبل ملايين الطلاب في اليمن إلا أن ميليشي الحثي لا تأبه وتواصل اتخاذ المدارس والجامعات منصة للحشد والتعبئة والدعم إلى الجبهات عبر جماعات طلابية ومشرفين ومدرسين تؤكد الأمم المتحدة أن قطاع التعليم في اليمن أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد بينما يقول الطلاب إن الجميع صرف النظر عنهم بعد أن تركوا مدارسهم وجامعاتهم لميليشيا مسلحة قضت على كل شيء وظلوا يوثقون ويرصدون الانتهاكات ومظاهر العبث كما تركوا المعلمين والأكاديميين في مناطق سيطرة الميليشيا تحت ضغط جبروتها وظروف الحاجة بلا مرتبات ولا مساعدات حتى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر